وإذا ما تحدثنا الآن عن قانون تنظيم اللجوء السياسي قانون جدا مهم ونحن نسأل هنا عن شروط وأيضا مزايا هذا القانون ما وصلني من معلومات عن قانون تنظيم اللجوء السياسي أنه سيكون هناك رجنة مشكلة من ممثلين رجنة تشكلها وزارة الداخلية وتضم ممثلين من عدة جهات من الدولة هذه الرجنة تكون هي المناطبها تقديم طلب اللجوء السياسي لهذه الرجنة من ناحية الشروط أنا استطعت أن أحصل على بعض الشروط من ضمنها أن لا يكون سبق وارتكب جريمة حرب أو أي أعمال تخالف ميثاق الأمم المتحدة ولم يكن متورط في جرائم غير مسيسة يعني نعرف في عالمنا العربي للأسف أن هناك من يتم اتهامه بجريمة وهي لأهداف سياسية ولا يوجد هناك جريمة جنائية أو ما شبهها أن لا يحمل أكثر من جنسية أن لا يحمل أكثر من جنسية الدولة ويكون يحظى بحماية أحد هذه الدول لأن من ضمن المزايا التي ستقدمها دولة قطر للاجئ السياسي من تقع عليه الشروط أنها تقوم بحماية هذا الفرد وإن كان يحمل أكثر من جنسية وكانت أحد هذه الدول تحميه فلا تنطبق عليه الشروط أيضاً أن لا يمارس نشاطاً سياسياً داخل دولة قطر بعد حصوله على الرجوع السياسي وفي حال خالف هذه الشروط بعد منحه الرجوع السياسي له أن لا يسلم إلى أي دولة يخشى على نفسه منها يعني قد يخير أن أنت الآن لاجئ سياسي وخالفت القانون لك أن تذهب حيث ما تشاء اختار الدولة التي أنت بها ما سنسلمك مثلاً إلى دولة تخشى على نفسك منها أما من ناحية المزايا سيكون لها وثيقة سفر مثل ما ذكرنا أن ستتم حمايته من قبل دولة قطر أيضاً يجوز له استقدام أسرته ويحظى بالرعاية الصحية نعم